من آل بيت المصطفى شع الهدى وبهم طريق الحق نورا عبدا هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا فيهم من المختار بانت سنة أقوالهم نور يضيء الفرق داعهم روى التاريخ خير رواية من بات يقرأها فيصبح مرشدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي وها نحن وإياكم في مشهد سجلناه لنعيد قراءة الواقع بطريقة أخرى إذ إن فيه ما فيه من الدروس والعبر كثر الكلام عن الشيعة صفاتهم أخلاقهم وهل إن كل من اتبع محمدا وآل محمد هو شيعي أم لا القول الفصل في هذه الأسئلة نقلناه لكم اليوم عن لسان الإمام الصادق عليه السلام إذ يوضح كما في المشهد القادم أن الشيعة الخلص هم أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلنشاهد وإياكم أحبتي أما زال مولانا الإمام يصلي؟ لم ينتهي بعد هل انتعبوا لنا الإمام والصلاة؟ نعم انتعب إذن هيا بنا السلام عليك يا ابن رسول الله جعلت في ذاكك والله إني أحبك وأحب من يحبك ما أكثر شيعتكم؟ أذكرهم كثير تحصيهم؟ هم أكثر من ذلك بكثير يا ابن رسول الله أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون ولك الشيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه ولا يمدح بنا معلنا ولا يخاصم بنا قاليا ولا يجالس لنا عائبا ولا يحدث لنا ثالبا ولا يحب لنا مبغضا ولا يبغض لنا محبا فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون أنهم يتشيعون فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل يأتي عليهم سنونة فيهم وسيف يقتلهم واختلاف يبددهم إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل الناس بكفه وإن ما تجوعا فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ أطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم المتنقلة دارهم الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا وإن مرضوا لم يعادوا إذن مشاهدين الكرام من أهم ما يميز المشهد السابق إن الإمام الصادق عليه السلام أجاب وبضرس قاطع على الأسئلة الافتراضية عن صفات الشيعة وأوضح سماتهم وبين من هم الخلص منهم مجددا فينا روح الأمل بلقيا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال حسن اتباعه في أمان الله أرباب علم والحليم مريدهم من زاغ عنهم في جهنم ما خلد ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلى أبناء حلّ الردى هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذن في حبهم واتزودا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر